التحدي الكبير الذي واجهنا كاقتصاد وطني هو تحدي التنافسية وهذه التنافسية لا تجيش إلا عن طريق الابتكار وعن طريق البحث والتطوير الإنفاقات في الجزائر في مجال البحث والتطوير تبقى ضئيلة مقارنة مع الإمكانات الحقيقية الجزائر اليوم تستثمر أقل من 1% من الدخل الخام في بحث التطوير في حين بعض الدول ككوريا الجنوبية والسنغافورة استثمحت أربعة بالمئة من الدخل الخام تحهم في البحث والتطوير من خلال هذه السياسات الحكومية التي تم وضعها نريد أن نشجع أكثر الشركات على الاستثمار أكثر في البحث والتطوير وأنها تركز في الكورديومية تتاحها معناتها في عوض أنها تستثمر في مجالات بعيدة على الكورديومية تتاحها تستثمر في المجال التخصص تحهم وتزيد في التنافسية وفي الإبتكار عدد أكبر من المقاولين لأنه حالياً في الجزائر وعننا أربع شركات منشأة لكل عشرة لاف شخص المعدل العالمي هو ثمانية عاماً وعننا الكثير من الناس التي يجب أن تشجعهم بشروحهم نحو المقاولاتية ولكن الأهداف تعالى لا يجب أن تكون فقط كمية الهدف ليس فقط تشجيع أكبر عدد من الناس أو من الشباب على المقاولاتية هدفنا هو تشجيع المقاولين حقيقياً الناس التي لديهم القبيلة أن يخذوا المخاطب التي لديهم الإمكانية أن يخرجوا من المقاولاتهم ترجمة نانسي قنقر